مع ذلك هناك الأمل ويبقى دائما الأمل هذي كانت اليوم في قسنطينا كانت هناك اهتيجاجات كانت سلمية يبدون على السكن ولكن قيل لي أنه كان فيها بعض شعارات على الحركة كانت هذه كانت البلاد يسرقين لكن كان مقطع صغير كان مقطع صغير إخواني حضروا نفوسكم ثورة الشعبية على الأبواب ندعو الله أن تكون ثورة حراكية وليست ثورة جياء بالرغم من أن الجياء من حقهم أن يثوروا وأنا معهم في ثورتهم الذين لا يجدون ما يأكلون من حقهم أن يثوروا كاد الفقر أن يكون كفراً خاصة هذا الفقر مصطنع الفقر في الجزائر مصطنع ناتج عن اللا عدل ناتج عن الظلم ناتج عن هنا أن هناك من يملك فيلات وشركات وشقق وصيارات ليس لأنه خدم عليهم إنما لأنه انهبهم لأنه عنده منصب لأنه قاضي كبير لأنه والي كبير لأنه جنرال لأنه وزير لأنه والي لأنه شيف دائرة لأنه رئيس بلدية فنهب أموال الشعب ففقر فنهب أموال الشعب وأكل أموال الناس لأن هذا مال العام وإذلك أنا قلت ونعودها والله لو الأمر لي الله لو رجع الأمر لي لأصدرت قوانين يكون فيها حكم الإعدام على الذين يضعون أيديهم في المال العام إعدام الذي يتأكد أنه نهب المال العام يعدم شرط أن يكون هناك قضاء عادل يتأكد من الوقاع والتفاصيل لا يعقل أن هناك اليوم اللي نهبين عشرات الملايير وبعضهم مئات الملايير ونهبين الأراضي ومحاولين أراضي فلاحية محاولينها للعمران ونهبين الفلات ويمتلكون سيارات تحسبن مئة مليون ومليار 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 وميتين وأبناهم يبعثوا في المال وكانهم يعيشون في ألف ليلة وليلة وهناك من لا يجد عشر ليلة وهناك اللي رح حاير كيف يشري الكراريس والدخول المدرسي وهناك الذي لا يجد كيف يدفع فاتورة الكهرباء فيقطعون عليه الكهرباء أو الماء اللي يجي مرة في الأسبوع وفي العشر يوم يقطعون عليه الماء أموال الشعب تنهب ولذلك يزداد عدد الفقراء وإحداد المحتاجين والمجوعين والمستضعفين ناس في كثير من المدن لما كانش ناس شوفها أصبحوا يرون الناس يأكلوا من المزابل أو الناس يروحوا يطلبوا وهم حشمانين لأنهم لا يجدون أكل أولادهم وأتصلني رسائل وتتكاثر هذه الرسائل تتكاثر عن اللي يقول لك رأه الدخول المدرسي والله ما نملك شيء ورأه عندي خمسة أطفال وكاين يقول لك عندي أربعة أطفال وكاين يقول لك والله من يدافع الإيجار ورأهم يخرجوا فيها وكاين يقول لك أشياء مؤلمة جدا ليس من فقر فالجزائر غنية ليس من فقر فالجزائر غنية إنما من نهب وفساد يزداد كل يوم أكثر ينهبون وكأنهم سيعيشون إلى الأبد وهم يرون أمامهم أطفال أحيانا جوعة أطفال يمشوا ببلاغي في الشتاء أطفال موش قادرين يدخلوا المدرسة وكم من طفل لن يدخل المدرسة لأنه ولده فقراء أو لأنه أصلاً ما عندهش الأب وعنده أمو بابا همات أو طلق أمه أو وتجد الأم عندها طفل أو ثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة أو ستة تعيش في حالة ضياع مرارة ماذا تفعل ماذا تفعل والله إنكم لا تأكلون ناراً في بطونكم وستنقلب عليكم هذه الأحوال توقفوا على النهب الشعب على أبواب أن يخرج ويضخنكم توقفوا على النهب عندما يخرج الشعب لن ينفعكم المال لن ينفعكم يولي المخير فيكم كيفاش يهرب ويكتع الطريق لم تنفعكم الفيلات ولا السيارات ولا الشركات لن ينفعكم شيء والشعب على أبواب أن ينطفض ولذلك مرة أخرى أدوى إخواننا الحركيين أن يكونوا في المقدمة حتى لا تنحرف الثورة التي ستندلع فتكون في اتجاه خاضع حضروا نفسكم أيها الأحرار أيها الحركيين وأنتم بمئات الألف فنحن على أبواب تغييرات هائلة رأي نقول هالكم ويفق معطايات ما هو كلام هكذا ولا فقط للتحميس أو للتعبئة أبدا كل المعطايات التي لدي والبعض منكم يعرف بعض الأشياء منها تقول بأننا على أبواب ثورة شعبية عارمة